السلام عليكم وتتبعي قناة ديفيك تيفي الفلاحية مرحبا بكم في وعد درس لي ومفيد جدا وعد الموضوع رائع جدا اليوم سوف نحضروا على الحالات للفصل من العمل الحالات للطرق السوفي والحالات للإستقالة والحالات للأموت العادي أو العجل أو خطأ جسيم المعظم للأصدقاء والمعظم المتتبعي للقناة يغدامين في المجالات الفلاحية أو الشركات الفلاحية أو الشركات الأخرى يعني ما كنعرفوش ما كنعرفوش يعني الحقوق ذي لهم في حالة الطرد أو في حالة الفصل إذا اليوم سنرى جميع الحالات ذي لفصل الحقوق اللي عليك من طرف المشغل أو من طرف السينيسيس إذا تبعوا معنا هذا الحلقة وهذا الدرس المفيد الرائع باش تفهموه مزيان إذا في هذا الدرس غاد نحضروا على القطاع الخاص القطاع الخاص وغاد نحضروا على يعني يعني الأعمال اللي عندهم العقد غير محدد المدة اللي هو سيدي إي اللي عندهم كونترا غير محددة المدة يعني أن ديترميني إذا في كل شركة كيكون جد أنواع للأجراء كان الجير إطار اللي هو كادر اللي كتكون عنده يعني عدة مسؤولية وكاين أجير عادي اللي كتكون عنده مسؤولية واحدة أو عنده مسؤوليات قلال بالنسبة لهذا الأجراء إطار أو أجير العادي يعني ماشي الصالير أو اللي كيحدثوا هذا الأجراء يمكن واحد شخص عنده ديبلوم ويخدم أجير عادي ويقدر واحد أخر عنده الصالير ناقص بزاف يكون أجير قادر أجير إطار هنا هذي الأجراء الشركة هما اللي كيحددوا هذي الأجراء على سب يعني اللي بغوهما منسبة للصالير اللي كاني في الشركات كان الصالير نت اللي هو مقطوع منه الضرائب صافي يعني صالير نت وكان واحد الصالير أخر اللي هو صالير بروت بروت يعني باقي من حييد منه الضرائب ومصارف أخرى يعني وعد أجير أو الأجير إطارة كيتخلص الصالير نت زياله هو ربعة لفدرهم كيشد ربعة لفدرهم ولكن راه يعني كيشد كتار من ربعة لفدرهم يعني ديجة كنت عنده خمسة لفدرهم وكيقطع منها الضرائب ربعة وثلاثين في المية من الضرائب كيتمشي لسنة السيس كيتمشي للمصارف أخرى وكيشد ربعة لفدرهم خالية من الضرائب إذا انتقلوا الحالات للفصل عن العمل كيفما الحالات للفصل من العمل الحالة الأولى وهي الاستقالة انت كأجير أو كبوست أجير أجبك الحال ويجبت تقدم الاستقالة لك ويجبت تمشي في حالك يعني لا تستطيع تستطيع تحترم الأجر للإختار وهي هو البريافي البريافي الذي قد تحدده في الكندرة يعني وعد المدة حتى لا تنمشي من الشركة وعد المدة للشهر أو أي مدة كنت أحددتها في الكندرة لكي لا تجدوا وعد إيرترون بلاستك إذا لم تكن أحددت هذه المدة في الكندرة قانون الشغل كي يحدد لكم ذلك الأيام أو ذلك الشهرة التي يمكن على حسب أقدمي ذلك أجل إختار من نسبة الأجير إطار الذي هو كدر إلى درجة خدمتك بذلك الشركة قل من سنة قل من عام عندك وعد المدة تخدمها لازم تخدمها ضروري منجل شهر واحد لكي لا يلقوا يروب بلاستك إذا كنت خدمت من سنة إلى خمس سنوات عندك وعد المدة لجل شهرين لازم تخدمها من خمس سنوات فما فوق عندك تخدمها عندك شهر لكي تخدمها لكي تجد أجل عادي خدمتك أقل من سنة عندك ثمانية أيام من سنة إلى خمس سنوات عندك شهر واحد من خمس سنوات فما فوق عندك شهرين وفشمها الشركات ويجب أن تتحدثها ويجب أن تحدثها لقانون الشغل هذا إذا كان المشغل لأنه لا يجب أن تذهب لأنه لا يجب أن تذهب ويجب أن تتحدث المشكل لأنه لم يكن المشكل إذا إذا قد نجد الاستقالة سوف نجد الأجال للإختار البريافي الذي حددناه في هذا الجدول الذي لم يكن المحدد في كونترا إذا لم يكن المحدد في كونترا سوف ترجعون إلى هذا القانون الشغل الذي كان ضمن هذا الأجال البريافي سوف نرى الحقوق في حالة طلبت الاستقالة ويجب أن احترمت الأجال للإختار لديك ثلاثة تعويضات لديك المدة التي تعمل فيها تخلص عليها مثلاً أنت تخلص الشهر وخدمت غير يعني 20 يوم أو 16 يوم هنا لديك الحق تخلص في 20 يوم أو 16 يوم التي تعمل فيها تعويض الثاني عندك لكون جيء تخلص ، تجيرك لأن كل شهر التي تعمل فيها تساوي وعد يوم أو نصف من الأجر تأتي وعد يوم أو نصف من الأجر شهر سوف تساوي وعد يوم أو نصف من الأجر في القيمة تصنيع ربما إذا أخذك مثلا سنة ستكون لديك 12 اليوم من الأجر تعويض الثالث وهو البخيم البخيم هو الشركة التي تحسب البخيم إذا لديك البخيم ستكون لديك البخيم إذا لديك البخيم فلا ستكون لديك البخيم بعد الاستقالاء نقدم الثانية وهو الموت في حدث الموت العادي أو موت أثناء حدث الشغل تعويض الثالث وهو عجل دائم يعني عندك إعاقة أثناء الشغل وعجل دائم إعاقة أو يعني لا قدر الله يعني فقدتي العاقل ذيالك أو عندك خالة في الدماغ ذيالك وما قدرش تستمر عراه يعني لا سينسيس وتأميلا سورونس هما اللي كتكلفو بتعويضة ذيالك والحالة الرابعة في حالة تركبتي وعد الخطأ جاسيم فاط إقراب فكيتنجز وعد المحضر وكيقدموه لمفتش الشغل وكيشوف يعني وكيشوف يعني وكيشوف يعني وكيشوف يعني وعندك تعويضات ذيالك اللي هما أربعة تعويضات في حالة الخطأ الجاسيم تعويض اللي هو كيتخلص كتتخلص على المدة اللي خدمتي فيها وثانيا كتتخلص في الكونجي ذيالك كما قناع يعني كونجي هو واحد شهر وكتتخلص يوم ونصف ميلاد أجر وكتخلص في البريم ذيالك اللي عندك زائد واحد تعويض اخر عن فقدان الشغل هذا كتكلف به لاسيني سيس هي اللي كتكلف لك بهذا تعويض فقدان الشغل اللي غالبا يعني كيشوفوا على سر الصلير ذيالك وكيخرجوا لك واحد تعويض اللي ما كيتجاوز يعني ستلاف درام وختكون كتشد الصلير طالع بزاف اللي غالبا يعني كتشد الصلير لكي تجاوز واحد ستلاف درام إذن سنرى هذا الحالة الخامسة وهي طرد التعسفية طرد التعسفية يعني المشغل ذلك سيكون هناك مقاش عجبتي أو شيء بارتية المهم قلت لك أن تذهب حالك ما درتي حتى خطأ ما درتي أولو يعني بغير يجري عليك غير تعسفية غير دولما هنا المشغل يعطيك يعني ثلاثة دل التعويضات وعندك تعويض أخر عن فقدان الشغل كتعطي لك لاسينيسس يعني تعويض أول اللي هو تعويض عن الضرر يعني كل عام أقدميه على كتساوي بشهر ونصف من الأجرة يعني مثال خدمتي أربع سنين وشهر أربع سنين زائد شهر عندك الشهر رأي تحسب سنة يعني يعني رأي تحسب لك خمس سنين إلا خدمتي أربع سنين وشهر يعني رأي خمس سنين لك الشهر يحسبوه سنة يعني غادين كل عام كانت تحسب لك بشهر ونصف أربع سنين خدمتهم كانت ضربوها في شهر ونصف وكانت تضيف عليه عندك الشهر ونصف الآخر ذلك الشهير الذي كانت تحسبوه بسنة اللي كانت تساوي يعني سبعة شهور يعني عندك تعويض ذلك لوا سبعة شهور ونصف للأجرة سبعة شهور ونصف من الأجرة اللي قص المشغل يعطيها لك في حالة طرد التعسفية في حالة تعويض الضرر وهذا الصالير ذلك يحسبوه يعني في آخر 52 يوم من العمل يعني قبل 52 يوم كنت تتخلص بثلتة لاف درهم ولا ربعة لاف درهم كنت تتخلص بربعة لاف درهم وآخر 52 يوم كنت تتخلص يعني خمسة لاف درهم يعني 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 كنت تتخلص تعويض عن الضرر تعويض الثاني اللي يخلص لك المشغل الثاني هو تعويض عن الإختار يعني 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 تعويض كنت تتخلص فيه قل من سنة شهر واحد من سنة إلى خمس سنوات شهرين من خمس سنوات الفوق عندك ثلث شهر لدى التعويض لدى صغير يخلص لك المشغل في حالة كنتي أجير عادي أقل من سنة ثمانية أيام من سنة إلى خمس سنوات شهر واحد من خمس سنوات فما فوق عندك شهرين للأجراء يخلصها لك المشغل جالك في حالة الطرد التعسفي وهذا هو تعويض عن الإختار البريافي إذن نرى التعويض الرابعة اللي يخلص لك المشغل في حالة الطرد التعسفي اللي هو التعويض عن الفصل حسب الساعة حسب الساعة الأقدمية يعني السنة أو جزء من السنة يعني في حالة خدمتي عندك شركة من سنة إلى خمس سنوات هنا عندك واحدة تعويض يلستة وتسعين ساعة من الأجراء عن كل سنة إلا خدمتي من ستة سنوات إلى السنة العشرة من ستسنين ثم ثم ستسع سنين أو ستسع سنين ستعويض من الأجراء من الأجراء عن كل سنة إلا خدمتي عند شركة 11 عام ما بين 11 عام إلى 15 عام ثم 13 أو 12 أو ستعويض من 192 ساعة من الأجراء عن كل سنة كثيرا إن الزوق 15 عام ستعويض 240 ساع من الأجراء عن كل سنة إلا إلا تقدم الساعة من الأجراء من الأجراء وكخص هذا من الأجراء من الأجراء من الأجراء وهذا هو تعويض الفصل حسب الساعات التي تخلص لك لمشغل لك والتعويض الرابع هو تعويض عن فقدان الشغل التي تخلص لك لسينسيس في حدوده وعلى 6.000 درهم لا يفوت لك 6.000 درهم وعندما تكون الصلاة التي تظهر لك يشاهدون على الصلاة والتعويض لك ويعطيك 6.000 درهم او 5.000 درهم او 4.000 درهم او ما تقوم بها ويقسموها لك على 6 أشهر اذا الدرس اليوم الذي شرحنا فيه الحالات للفصل على العمل التي نعود ونذكرها وهو خمس حالات الحالة الاولى الاستقالة الحالة الثانية الموت العادي او موت اثناء حادث شغل الحالة الثالثة عجز دائم تبوت عند اثناء حادث شغل الحالة الرابعة خطأ جسيم فوت اقراب الحالة الخامسة اللي هي الطرد التعسفي وشرحنا كل حالة بحيدة وشرحنا تعويضات اللي عندك في كل حالة والحقوق ذلك في كل حالة اذا لا اجبكم الفيديو لا تنشوش مشاركة الفيديو لأصدقاء ذلكم باش يستفدوا مزيان ونشر الفيديو والضغط على زر لايك وكانت لنا التعليقات لكم كانت لنا المواضيع لكم واي موضوع بغيتو ندرسوه نقشو ونحطوه في القناة ديفيغس تيفي مرحبا بكم اضعوا لنا المواضيع اللي بغيتو نتكلموا عليهم المواضيع فلاحية او تقنية او امراض ديال الفلاحة وشكرا لكم اشتركوا في القناة